اشتركوا في القناة 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 العكم للكتاب. لكن من يستفيد? انا. انا اريد اخواننا نتعاوم. مرة اعتبر هذا الشرح فقط تشويق الكتاب التوحيد. بعد شرح مرتين ثلاثة حتى يرسخ بنباز رحمه الله يقول عشرات المروات. تريد تضبط كتاب التوحيد في جلسة واحدة? لا. نحن الان شوقكم كتاب التوحيد شيء فشيء حتى تضبط الكتاب باذن الله تعالى. طيب مهم جدا الحفظ. تمر. اذا لا تحفظ لا اشكاء. اقرأ الابواب الخمسة قراءة. وغدا نحضروا لي الابواب التسعة قراءة. غدا عندنا الابواب تسعة ممكن ناخد قسمين غدا ان شاء الله تعالى. تحضروا لنا الابواب وتكتبوا الاختبار. الله يرضى عنكم. يعني نريدنا تعاون مع بعض الابواب. ايش? اختبار. اختبار الكتب يعطوكم الان الكتب موجودة. لكن اخواننا طلاب العلم. الامام بالقضاء والقدر. وادب. عندما تأخذ الكتب. لا يأتي طالب يأخذ كتابين. او يقطع ويأخذ نصف كتاب بعضهم. اخذ نصف كتاب وغير حصلت نصف كتاب الحقيقة. عيب والله اخوان عيب. خلاص ينتظر الان الاخ ووزع لكم الكتب. حصلت كتاب ما حصلت. ما حصلت كتاب تتصل بالاخل محسنة والتصل بها والشق اسل. تجد كتاب ان شاء الله تحت. ما وجدت كتابة الحمد لله موجود هذا. شو اسمه? تدخل على الموقع تنزل الكتاب والحمد للنف. اما والله بعض القلاب قطع الكتاب واقال احصلت نصف كتابة. لا ما يسير اخوان. طيب نحن ندرس كتاب التوحيد نطبق العلم وكذا. على الموقع الاسئلة وفي الكتاب الاسئلة والحمد لله امور ميسر. احسن شيء انك لا تجد كتاب التوحيد. تاخد واحد من الطلاب وتتذاكر معه الآن وتحفظ. لأنها لا ند كتب. بدون كتاب. الآن انا لو اشمح لكم من كتاب. ايش تقولوا? تقول احفظ انت اولا صح? هي نعم. طيب انا بشر مثلي مثلكم الآن. وراجع. وحفظ. احفظ. والحمد لله. وانتو تظني انا امام? لا. يعني الآن بعض الطلاب في الفرائض الآن اصحح لهم. اخذ دفت الخطأ خطأ خطأ. يقول كيف تحفظ المسائل? هذه المسائل انا اخطأت فيها. لهذا ما انساها. فهمت الشيء? لا تظل ان المسائل هذه حلقتها. لا اخطأت فيها ولهذا قبل ان اأتي وصحح للطلاب. اراجع في دفتي. اراجع في مالا. في اخطائي. انا ما اراجع الصواب. اراجع المسائل اللي اخطأت فيها. هذا المهم. انا المسائل اصبت فيها ما فيش. المسائل احطات فيها. يأتي هاي عدم دفتر. انا اعلم. خطأ 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 خلص. الحمد لله. اخوانه نراجع نحفظ نضبط مذاكرا. السلف كانوا يتذاكروا العلم فيما بينهم. طيب وانت ماشيت شرح الشيخ بن عثيمين رحم الله القول المفيد على كتاب التوحيد. من هنا لغادن باذن لا يكون ختمت ابواق الخمسة وزيادة. طيب. اسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والله علينا صلى الله عليه وسلم. ازاكم الله وخيركم. اشتركوا في القناة